موضوع المدير الرياضي ده في الوقت في ظل النظم اللي موجودة على مستوى العالم ده منصب موجود قديم وعلى مستوى نحنا الوقت بقى نقصلنا ان احنا نجيب المعد النفسي والمعد البدني ومخطط الأحمال والجاز الفني بقى فيه عشرة وتمانية وسبعة المدير الرياضي في النادي منصب له قيمة عالية جدا في بعض الاندية بجربت بس احنا مش حطيني الموضوع قدام عانينا زي نادي بتحاد سكنداري مع الكابتل محمد عمر جاب محمد عمر مدير الرياضي بس هل وقت كل الصلاحيات انما في نتائج ايجابية الحقيقة مع الكابتل محمد عمر في ظل قيادة السيد محمد مصلحي رئيس النادي لتحاد سكنداري ماشي كواس جد يعني تحاد سكنداري دلوقتي على فكرة مركز كام مركز رابع بعد الاهل وفيوتشر وبرامدز في الدوري هو مركز رابع ومتخطي الزمالك كمان بتلت نقاط ولعب عشرين مباراة زي وزي الزمالك الزمال الخامس والتحاد سكنداري رابع فحكاة المدير الرياضي دي والله يعني الحقيقة فكرة مسمرة جدا عايز اقولكو كمان بعض من في يعني في اطار الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها دي الاول خلينا اقولكو ايه بوبات الدخول والجمهور الاهلي برضو الاستاذ بتاع ماتش الهلال عشان خاطر الناس تبقى عارفة يعني طبعا ناس كتير اتكلمت فيها لكن احنا عشان عندنا الجمهور بتاعنا كبير فنعرفه برضو الدخول ازاي والخروج ازاي والساعة كام والكلام ده الاهلي اعلن الكلام ده وقال انه بوبات دخوله الجمهور الى استاذ في ماتش الاهلي والهلال طبعا هتفتح الساعة اربعة بص الدرجة الاولى يمين بوبة ارشدان اللي هي عند المسجد اللي هو عند الباب الرئيسي والدرجة الاولى شمال الدرجة الاولى يمين والدرجة الاولى شمال والمقصورة الرئيسية والمقصورة الامامية يبقى فيه اربع فئات هيخشوا من الباب الرئيس اللي عند مسجد ايل راشدان اللي قدام المسجد على طول اللي تحت الكبرى الجديد اللي اتعمل هتلاقي تذكرتك لو قولة يمين او قولة شمال او مقصورة امامية والمقصورة الرئيسية الاربع دول هيخشوا من عند بوابة ايل راشدان الدرجة التانية هتخش من عند بوابة شارع صلاح سالم اللي عند در المدرعات كده الدرجة التالتة هيخش من عند البوابة الابلية اللي هو طريق النصر اللي عند القبر بتاع الرئيس الراحل انور السادات الدرجة التالتة شمال قولنا صلاح سالم برضو التانية والتالتة شمال شارع صلاح سالم اما الاعلاميين الزمر الاعلاميين والمصورين كلهم فهيخشوا من بوابة الفروسية اللي هي في الجنب دي على فكرة بوابة دخول الجمهور بتاع الاستاد خلال الفترة الجاية